موسيقى من جبل الزيتون ما زلنا في الأسبوع الأخير الأحداث الأخيرة من حياة يسوع المسيح على الأرض الأحداث الأخيرة ابتدأت طبعاً بدخول المسيح الظافر إلى أورشليم لكن في بعض الأشياء المهمة اللي مهمة ندركها واحدة من هذه الأشياء أنه وقف في هذا المكان اللي بسموها كنيسة الدمعة رثى وبكى على أورشليم العاصية المتمردة لعدم إيمانها لأنها لم تعرف زمان افتقادها ثم أيضاً بنفس هذه الفترة يسوع نظر شجرة تأتين وكان بيتمنى ثمر وقال لا يكون فيك ثمر فيما بعد لعن شجرة التين وأيضاً دخول المسيح إلى أورشليم طبعاً شاف وضع مزري جداً اللي هو في منطقة الهيكل وبالتحديد في مكان دار الأمم كان يبيعه وكان يشتره وكان في حيوانات وكان في صيارفة طبعاً يمكن الفكرة مش غلط لأنه كتير ناس بتيجي مسافات بعيدة ويمكن معها فلوس تشتري تقدمه من مكان الهيكل اللي كان تحت الحفظ أو بغيره العملة أو النقود ولا سيما الشاقل حتى يدفعوا ضرائب الهيكل لكن المشكلة في الهيكل اتحول لبزنس اتحول لتجارة وهذه التجارة كان بيمتلكها طبعاً رئيس الكهني اللي هو حنان طبعاً أقالته الحكومة الرومانية لكن أيضاً صهر اللي هو قيافة وأولاد حنان الخمس اللي كانوا كهنة اللي كانوا بديروا كل هذه الأعمال في منطقة الهيكل كل هذه الأحداث كانت بدخول المسيح سواء نظر لشجرة التين أو بكى على أورشاليم أو دخل إلى الهيكل ليطهر الهيكل فهذه الأحداث كانت أحداث قضائية لأنه فعلاً لم تعرف زمان افتقادها المشكلة كانت الرياء الديني مثل منظر شجرة التين وأنه الهيكل تحول إلى مغارة لصوص قال يسوع بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وهذا طبعاً اقتباس من العهد القديم في سفر إشعياء النبي وأيضاً من سفر إرمياء النبي عندما طهر الهيكل طبعاً قلب الموائد وكان عنده غضب مقدس لأنه أصبح فعلاً مغارة يعني استلاح خطير وصعب جداً مغارة لصوص يعني المكان اللي بيختبئوا فيه اللصوص مع أنه الهيكل المفروض يكون مكان العبادي إحنا بنعرف من أيام سليمان لما دشن الهيكل كان أيضاً مكان صلاة وطلب سليمان أنه أي شخص بيرفع صلاة من هذا المكان تستجاب فالناس اللي بيخافوا الله واللي كانوا موجدين في دار الأمم ما كانتش عندهم الفرصة بسبب الاستغلال الديني والاستغلال الاقتصاد اللي كانوا بيقوموا فيه طبعاً تجار الدين اللي منهم رؤساء الكهنة فطبعاً هذا كان موقف خطير جداً الهيكل هو مكان العبادي مكان الأعياد مكان الصلاة والهيكل أيضاً يعتبر مكان اللي اسم الرب دعية على المكان لكن المسيح هو الهيكل الحقيقي والمسيح هو رئيس الكهنة الصحيح والمسيح هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم الذي قدم نفسه وبذل نفسه فدية عن كثيرين فالمسيح أراد أن يطهر الهيكل ليعلم أن هذا المكان هو مكان الصلاة بيتي يعني بيتكلم هون كإله كالله بيتي بيت الصلاة لجميع الشعوب مش لإلكوا أنت بس وأنتم جعلتموه مغارة لصوص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة